ساعد سمير هل فعلا في عرض جدي من فاركو بوش ساعد من اللعيبة اللي في النادي الاهلي دول ولادي النادي وكبتا فرق صحيح زيه زي وليد زي الشنوي زي ايمن زي ربيعة زي السلية من اللعيبة اللي هم كبتا فرق طبعا انا بحترم نادي فاركو جدا وبقدره بس ما حصلش ولا اتصال لا بين النادي الاهلي ولا ما بين ساعد ولا اي حاج وبقدين ساعد سمير مجدد السنة اللي فاتت زي الايام دي ممدد عقده على اساس ايه ان ساعد محدش كلمه في اي حاجة الراجل بيحبه جدا كبتا خطيب بيحترمه جدا وبيقدره جدا وفي مكالمات بتبقى من كبات ان الفرق ساعد هو اللي بتصدر المشهد في اي حاجة ساعد من الناس الرجالة فما حصلش وعلى مسئوليتي مفيش اي حاجة عرض من بعيد ولا من قريب كهربا رؤيتك ايه الكهربا ومشواره مع النادي الاهلي حتى الان انا شاف ان الكهربا عنده كتير اكتر من كده مم ميت مرة كهربا لعيب ممكن يكون اه 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 ضغط النادي الاهلي اللي هو شافه فجأة ممكن يكون مأثر عليه شوية ونتيجة طبعا ان الكهربا هنا عندنا يا ابراهيم لما بيحصل مشكلة ما بين في لعيب او يحصل حاجة برا الملعب بنفضل قاعدين نتكلم فيها شهور ومواقف صحيح ونفضل نتكلم عن لعيب اصله كان بيعمل ايه طب وإيه المشكلة حصل موقف وعدة خلاص نبتدي مع اللعيب نشوف المواقف ايه اللي فترة ممكن يكون دخل في مواقف تاني برضو نهدى لغاية ما ناخد قرار ونشوف الدنيا بس انا كرأيي لأ كهربا لسه عنده كتير كهربا لعيب كويس ولعيب قيمة شايف انه اوضاعه مستقرة في النادي الاهلي شايف انه في الوقت الحالي انا شايف ان الراجل بيعتمد عليه في حاجات كتير الراجل كان كهربا كان دايما بيبقى لديكة البودلاء دلوقتي بقى بيبدأ ايه وممكن ما يخرجوش وممكن يديله مرة واثنين وثلاثة ومصر على حاجات معينة والراجل عينة دي جدا الناس قاعد التهاجم حسين الشحات فترة كبيرة جدا النهار ده حسين اتطور اداءه جدا مع موسيمين وابتدى يروح وبتدى والكلام ده وارد جدا انه لعيب الكرة مش هيبدل طول عمره استابلتي لازم يقع سنة عشان يعرف يقوم دي الكرة كده في العالم كله في ميسي في كريستيانو في كل حاجة من الناس دي فلازم يبقى ان الناس عندها فيجن انه وارد جدا لعيب مستوى وحش وارد لعيب مستوى كويس شناوي بيعمل مطشوات تاريخية لو فيه اي غلطة حصلت خارج ارادته او مش ارادته جميل تحمله احنا جايين للشناوي بس قبل ما نروح للشناوي هل الكهربا فكر في وقت من الاوقات ان هو يشوف فرصة خارجية لمحاس النادرية مش مش ضابطة معي محصلش عمر تقمره ما حس ان الدك probability مش ضابطة معا لان هو هو مصر عن نادي الاهلي ايه وحابب النادي الاهلي جدا وبيعمل حاجات كتير جدا جوأة في حتة دي الشناوي بقى لان النهاوي طبعا احنا بنتكلمش على الحارس مرمى النادي الاهلي احنا بنتكلم على الحارس مرمى منتخب مصر واحد من اكتر الشخصات الجميلة والمحترمة المحترمة اللي موجودة في وسط الكرة المصرية وما شاء الله بقاله يعني من ساعة كاس العالم 2018 لغاية النهاردة أداء هايل آه حصل شوية أخطاء في الموسم الحالي بس في الآخر لما تيجي بص على مجمل أعمال الشناوي في الثلاث سنين لأ حاجة بسم الله ما شاء الله فخر لنا كلنا إيه وضع الشناوي بص الشناوي قيمة وطور نفسه بسرعة وإحنا اشتغلنا على الحتة دي كتير جدا وبقينا في مكالمات رايح جاي حنعمل ايه الفترة الجاية ايه والكلام ده كله هو بطبعه بشخصيته بيعرف يحتوي الأمور وعنده جزء كده يعني لما حصلت مشكلة في موضوع كهرباء شناوي لو هو مش بيقدر يسيطر على الأمور تفيحة ده لو هو مش بيقدر يسيطر على الأمور كانت مشكلة دي تطورت ولكن الشناوي بيتعامل مع اللعيبة معاملة خاصة جدا وبيعرف فيه دير لو انت بتكلمني على الجزء بتاع إيه اللي بيحصل بقى شوف محمد انا اتكلمت معاه من فترة الراجل ده لما بيكون مركز في حاجة ما بيبصش لحاجة تاني ودي ميزة مهمة جدا فيه طبع لا بص العروض ولا بص إيه اللي موجود ولا بص إيه اللي هيتعرض ولا سأل ولا الكلام ده كله ولما جي تكلم معايا قال لحزم خلينا نبقى بعيد خالص عن الكلام ده لأن كل يوم فيه كلام كتير بيطلع كلام ودراح وبتاع لدرجة هنم في بعض الناس بدون زعل ذكر أسماء خلاص هم لبسوا دلوقتي إنه هو راجل بيلعب بره مصر بش موجود وينسيه خالص إن الراجل ده عنده هدف هنا عنده هدف يكمل الأهداف اللي هو بيعملها منتخب أولومبي وكاس عالم وبطورة أفريقيا ودوري مع النادي الأهلي وكاس كل ده حاجات عملها الشناوي نتيجة لوجوده في النادي الأهلي فمش هنيجي على آخر لحظة نبتدي بقى نشوف في الكلام ده ما حصلش أي تصريح منه اتكلم قال إن في حاجة حصلت ولا من قريب اليوم من اللي فاته أنا عن نفسي ما طلعتش اتكلمت في أي حاجة النادي الأهلي ما طلعتش سرع تصريح هم دول التلاتة اللي بيتكلموا في الوقت الحالي اللي تاخد منهم كلام خاص بشناه هو يا إبراهيم قافل الدنيا مش عايز يتكلم هو ساكت قال أنا بعد ما لمطش يخلص الدور يخلص سواء الدوري موجود للأهلي أو تقديره واحترامه النادي الزمالك نبدأ نخش في المواضيع فأنا فعلا ما عنديش أي معلومة ضفها الفترة المعلومة المؤكدة اللي احنا عارفينها من النادي الأهلي إنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي يخص الشناوي النادي الأهلي بالزبط ده مفيش حاجة رسمي راحة النادي أهلي خالص تخص الشناوي خالص مفيش أي حاجة رسمي وأنا أعتقد أن لو نادي الأهلي عنده حاجة رسمي حيقولها يعني لو في حاجة رسمي تخص الشناوي أكيد هيتكلم فيه لكن هل أنت فيه حتى وصل معك فيما خص الشناوي أنت كنت قلت لي قبل كده في اتصال معنا أنه كان فيه عرض من أوروبا وعرض من الخليج اتكلمه ايجان من أوروبا يتكلم يشوف الموقف إيه هل فيه أنه هو يتعامل مع النادي الأهلي من بعيد وعلى من قريب بس وزدست وقفنا وابتدنا بقى نخش في المتشاطة اللي هي كله 48 سنة فحتى الآن الدنيا زي ما نادي الأهلي قال تماما فيش أي حاجة تماما عالجانب الآخر حسين الشحات سمعنا برضو أنه فيه يعني عرض من النادي الحزم السعودي هل العرض ده حقيقي فعلا؟ حسين بيجيله عروض كتير حسين نتيجة أنه لها في الخليج ففي عروض كتير بيجيله في أوقات كتير يعني كل شهرين ثلاثة تلاقيه عرض عارة شراء بيع شراء بيع بس حسين لغاية دلوقتي هو موجود في النادي الأهلي وعايز لها ومستطور مستوى ده أنا بقول له لو هو حسين فيه عرض لا نقعد في النادي الأهلي نكمل بقى الفترة الجاي أي لغاية ما نشوف لأن اللعيبة بقى محتاج يعني فترة كده لغاية خلاص الرجل خد الحتة اللي هو كان عايز يكمل صحيح هو هياخد الحتة دي الفترة الجامعة المسلمين أخيرا قبل ما نروح بقى لعيبة نادي الزمالك علي معلول راك إيه في وضع علي معلول في النادي الأهلي وتجديد عقده مع النادي الأهلي علي معلول توقيتاته أولا هو اللي موجودين في النادي الأهلي دلوقتي في موضوع التجديدات هو علي معلول السلي فطبيعي جدا أن الوقت دايما للأهلي بياخد اللعيبة كلها وقت واحد زي السنة لفترة ما خدنا الشناوي على كابتن وليد سليمان على سعد سامير على الكلام ده فهما الاتنين ممكن يكونوا مرتبطين قريبين لبعض فبرضه فرق توقيت لكن علي عارف كويس قوي ويعلم أن النادي الأهلي عمل اسم جامد بلاس الاسم اللي كان موجود لكابتن علي معلول علي النهاردة بقى جمهير مصر صعب أن هي تحب حد يعني محترف أو الكلام ده بيحبوه يعني علي بقى قنده وزن كبير جدا لجمهور الأهلي بس طبعا علي لعيب كبير وارد أن يكون موجود عروض الفترة دي أو الفترة اللي جاية وارد أن يكون موجود عروض بس الأمور أعتقد أن هي متبقلية روتوش الأخيرة الأمور ستيبل مشوف ما فيش اختلاف بيحصل مع لعيب وإدارة النادي الأهلي غير كل مثلا تلاتين لعيب لعيب فإحنا الأمور ستل يعني مفيش أي حالي إزاي عملت التعاقد مع فيدس ومسيماني؟ بس الراجل أنا أول مرة كنت تكلمه قبل إنهائي بطولة أفريقيا بأربع خمس سيام فكلمت وقلت له أنا قدام كايزر شيفز خلاص هو بياخد الموضوع يا إما بيرجع لك يا إما حد بيكلمك من طرفه أو أي حاجة ده اللي إحنا المهم لقيت الراجل تاني يوم بيكلمني في التليفون قال لي أنا شفت الدنيا إيه وسألته وبتاع لا أنا عايزة أنا عايزة أكون موجود معاك وأنا بحب ميده جدا وبقدره وبحترمه والكلام ده قلت له خلاص تمام قبل المتش في يوم المتش أكلمني الصبح قعدنا نتكلم مع بعض كده في اللعيبة والكلام ده كله فحاسيت إن الراجل يعني ساتسفايت كده يعني ليه لا ما يكونش موجود معايا والراجل براند واسم كبير والكلام ده فقابلته بعد بطولة أفريقيا وجبت الراجل على الهوى بعد بطولة أفريقيا بيوم ودي كانت معجزة يعني كان صعب إن أنت أجيب الراجل كان جاي من طيارة الصبح وناي ويعني برضو لسه برضو إيه التركيز وفرحة البطولة جبته في اليوم ده من اليوم ده أنا عادت تكلمته مع الراجل لأنه جبته من البيت وصلته وعادت تكلمته فبقى في علاقة بقى إنسانية فاتفقت إن أنا فهو عرف قال لي أنا عارف أنت كنتشتغل مع تريكا وعارف أنتشتغلت مع بركات فإحنا ليه لا ما نشتغلشه من بعض قلت له خلاص أوكي إحنا هنشتغل مع بعض الفترة الجاية فمن هنا جات القيمة وأنا طبعا مبسوط جدا إن أنا بشتغل مع الراجل ده يعني الراجل ده هيعمل تريك كويس في النادي الأهل طبعا هو شخصية محترمة وتصرحاته كلها بصراحة متزنة ومحترمة وموضوعية جدا جدا بصراحة يعني دايما طلته على الإعلام بتكون طلة فيها موضوعية وفيها اتزان يعني من الشخصيات ومن المسؤولين في الكرة المصرية اللي دايما بيحسب حساب كلامه قمته كبيرة يعني دايما كل تصرحاته بتبقى في محلها يعني بالضبط قبل منسيب النادي الأهلي محمد هاني ياسر إبراهيم بدر بنون تلات لعيبة دول بدر من اللعيبة اللي أنا بسق فيهم وبحترمهم جدا الراجل ده لما جيه مصر بعد ما جيه بتلات اربعة أيام أنا دايما بكلم اللعيبة اللي بيجوا بره مصر محترفين فكلمته في التليفون وقلت له يا بدر أنا عزم الحديدي قال لي آيا كابتن ازايك وعمل ايه قلت له يا بدر عايز شوفك في نفس اليوم أبراهيم بدر جي قاعد معي واتكلمنا مع بعض الراجل ده لعيب كبير قوي وعنده قيمة وعنده حضور ومن ناس اللي هو يعني دايما فيه بيني وبينه مكلمات وأنا بجد مبسوط أنه أنا بشتغل مع لعيب زي ده من اللعيبة المحترمين هدوء ما عندوش أي مشكلة عنده عرض سعودي فعلا فيه كلام إنه هو كان عرض سعودي بس أنا أعتقد إن بدر استيل عايز يلعب في الأهلي الفترة دي لأنه برضو عايز يعود له سنتين ثلاثة في الأهلي هو محمد هاني اللي في الأول هو نفسه معترف ولكن الأمور حتتدور الفترة الجاية محمد لسه لعيب صغير وقدامه الفترة كبيرة وجود أكرم توفيق حيضغط على محمد هاني يخليه طلع أكتر لكن محمد هاني من اللعيب الكويسي اللي أنا بثق فيهم بصراحة فيه كلام إن محمد يطلع الفترة اللي جاية؟ أنا ما اتكلمتش معاه بس أنا سمعت لكن لسه ما اتكلمتش معاه في موضوع زي ده هو بكلامك معاه هو حابب إن ياخد خطوة هو اللي حابب إنه يفضل موجود في النادي الأهلي بص أنا آخر يعني كلامي مع محمد هاني إن أنا لو كنت يعني اللي أنا بحسه إنه عايزي لعب برا مصر في أوروبا أيه مش في الخليج أو الكلام ده كله فأعتقد لو جاله عرض هيقدمه النادي الأهلي ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم من اللعيبة اللي توارد نفسها جداً للفترة الأخيرة ده حايفة وعمل أرضيها كويسة جداً بالنسب اللغة الكرة في النادي الأهلي في المكان ده وبقى الراجل يعتمد عليه اعتماد كبير في الحتة اللي فيها وبرضو ياسر لا بس ياسر حتى لو جاله عرض ما أعتقدش النادي الأهلي ممكن يسيب ياسر وهو نفس القصة وهو نفس القصة لو روح